أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بانتخاب محمد باقر قليباف مجددا رئيسا لمجلس الشورى والذي يقصد به البرلمان في إيران جاء ذلك خلال انعقاد أولى جلسات العهدة النيابية الجديدة للبرلمان الذي جرى انتخابه عبر جولتين شهر مارس الماضي ومطلع مايو الجاري وقد يعد انتخاب قليباف تفنيدا للتكهنات باحتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة